بلغ مجموع المسافرين الذين دخلوا المملكة من جميع المنافذ في الفترة من الثلاثين من أكتوبر الماضي وحتى الخامس من نوفمبر الجاري بلغ أكثر من 214 ألف مسافر الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أوضح أن الإحصائية الأسبوعية التي تسترها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تشير إلى أن منفذ جسر الملك فهد شهد دخول 171 ألفا وتسعمائة وسبعة وسبعين مسافرا من دول مجلس التعاون الخليجي فيما شهد منفذ مطار البحرين الدولي دخول 42 ألفا وخمسمائة مسافر أما في الموانئ فقد بلغ عدد القادمين 354 مسافرا